موضوع ده على بعض الأمور أوكي فيه حاجات احنا عايزينها لكن لما يبقى عندي النهار ده مطابع مرخصة توقفت عندي مطابع توقفت أكتر من 8000 مطبعات توقفت بسبب الوراء الموضوع ده حيدر أكتر من 50 ألف أسرة على أقل تقدير فده طبعاً هيعمل مشكلة الحقيقة عمل مشكلة كبيرة جداً للناس دي وجات لنا شكاوية عديدة احنا بنتوجه للسيد محافظ البنك المركزي السيد حسن عبد الله بدرورة حل المشكلة دي يعني مهاماش دول بيستورده وحاجات السفزيزية دول بيطبعه وكتب وكتب خارجية وحاجات كتير جداً والآن هذه المطابعة تكاد تكون توقفت والحيانا أكلمني واحد منهم سيد حسن الزيتون وآخرين وقالوا شوفونا حل فأنا بتوجه بالمشكلة دي إلى السيد محافظ البنك المركزي لحلها بعد الفاصل حيكون معنا لقاء مهم مع الدكتور علي اسماعيل أستاذ النقد والأدب السياسي بجمعة مصر العلوم التكنولوجيا لنتحدث عن الفترة الناصرية وبعدها حيكون هناك فيلم متميز عن ذكرى رحيل القائد المعلم جمال عبد الناصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر